نبدأ الصحف اليوم من الشرق الأوسط التي كتبت عفوا نبدأ الصحف إذن من الجمهورية البداية التي كتبت إنها علمت أن الوزراء تفاجأوا لدى وصولهم أمس إلى قاعة مجلس الوزراء بالنبرة العالية لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي بدأ مستاء جدا من الإطلال الأخيرة لوزير الداخلية بسام المولوي فحاولوا تطيب خطره فلم تنفع المحاولة وعند مصول مولوي تواجه معه معاتبا إياه على صمته حين تم التعرض له في المقابلة فأكد له المولوي أنه أجاب عن الأسئلة باختصار لكن بوحبيب لم يقتنع وارتفع صوته أكثر فنصح بترتيب إطلالة يرد بها على كل الاتهامات ويرد فيها اعتباره وقالت مصادر وزارية للجمهورية أن النبرة العالية التي علت على هامش الجلسة أسكتتها سخونة الملفات التي أثيرت على الطاولة كالبنت 32 المتعلق من مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل شعبة راشية في كليات الصحة العامة في الجامعة اللبنانية إلى فرع والذي استضم برفض رئيس الجمهورية ووزراء الطيار الوطني الحر معتبرين أنهم ملف انتخابي غامزين من قناة النائب والأبو فعور وأضافت المصادر أن الجلسة شهدت إثارة أكثر من ملف على خلفية انتخابية ننتقل إلى الشرق الأوسط كتب محمد الشقير ميقات يضع مواصفات لرئيس حكومة ما بعد الانتخابات شدد على تشكيلها بسرعة لإخراج لبنان من الأزمة يمكن القول بأن تكليف ميقات برئاسة الحكومة قد يؤدي إلى تصحيح الخلال الناجم عن غياب المرجعيات السنية عن البرلمان وإنما لا يريد تشكيلها بأي ثمن ما لم يدرك الجميع كما يقول للشرق الأوسط بأن لبنان يمر حاليا في مرحلة صعبة ولم يعد من الجائز الدخول في تجاذبات سياسية يدفع أثمانها البلد مضيفا بأن تشكيلها بسرعة وعلى أساس معايير ومواصفات تدفع باتجاه تضافر الجهود لإخراج البلد من التأزم وإلا فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر ليس تهربا من المسئولية وإنما لضمان تفعيل العمل الحكومي لوقف الانهيار إلا أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يستدعي السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ومدى استعداده للتجاوب مع تشكيل حكومة مهمة بمواصفات غير تلك التي أطاحت بالمبادرة الفرنسية عندما رضخت تاريس للأمر الواقع ووافقت على تخليها عن المواصفات التي كان حددها الرئيس إمانويل مكرون بلقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تعذر على الحديث تشكيلها فهل يبادر عون إلى تسهيل تشكيل حكومة تحاكي المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة بعد إعادة انتخاب مكرون رئيسا لولايا ثانية يفترض أن تكون حررته من الرضوخ لضغوط الأمر الواقع التي فردت عليه لتسريع ولادة الحكومة الميقاتية وأين يقف رئيس التيار جبران بسيل الذي يملك وحده قرار الرفض أو القبول بعد أن سمح له عون بملئ إرادته بأن يتحول إلى رئيس للظل أو بالوكالة إذا صح التعبير نختم مع الأنباء الإلكترونية التي كتبت لفتت مصادر سياسية متابعة عبر الأنباء الإلكترونية إلى الخطوة التي أوعز بها مفتي الجمهورية عبداللطيف داريان الشيخ عبداللطيف داريان لأئمة في المساجد لتضمين خطبة الجمعة اليوم دعوة أبناء الطائفة السنية في لبنان عامة وفي بيروت بشكل خاص للمشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها لأنها ستفسح المجال أمام حزب الله وحلفائه لاستغلال الوضع لصالحهم وبالتالي مصادرة القرار اللبناني وضمه بشكل نهائي إلى المحور السوري الإيراني المصادر وصفت الانتخابات في بيروت في الدائرتين الأولى والثانية بالغموض المطلق نظرا لكثرة اللوائح المتنافسة لسيما في الدائرة الثانية ولفتت إلى التدخل السوري المباشر على الخط والضغط على الأحباش للإقتراع إلى اللائحة المدعومة من حزب الله أما في طرابلس والشمال فأن المشهد لا يختلف كثيرا عن بيروت باستثناء أن التجاوبة مع الدعوة إلى المقاطعة أقل بكثير عما هي في بيروت بالمقابل حذرت مصادر اللقاء الديمقراطي عبر الأنباء الإلكترونية من الأخذ بالشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل حيال بعض تفاصيل العملية الانتخابية دعية إلى الأخذ فقط بما يصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي والتأكد على ضرورة خوض المعركة السياسية عبر الانتخابات لتثبيت الخط الأساسي الوطني رئيس دائرة الأعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبور أشار للأنباء الإلكترونية إلى أن القوات بدأت تحضير للانتخابات قبل سنة ونصف السنة عندما طرحت الانتخابات المبكرة وهي اليوم في جهوزية تامة فالانتخابات ستعبر عن إرادة اللبنانيين والناس اكتشفت بأم العين مساوئ هذا الحكم وقال نحن الآن بين مشروعين سياسيين مشروع إبعاد لبنان عن محيطه العربي واعتباره جزءا لا يتجزأ من إيران ومشروع إذن ونضيف ومشروع سياسي آخر يريد لبنان الدولة السيدة المستقلة إذن بهذا نأتي إلى ختام الصحف فاصل نتابع بعده الزميلة ننسي السبع اشتركوا في القناة